بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة ننتقل إلى الوحدة الثامنة التي ندرس فيها الحقيقة والمجاز ودرسنا لهذا اليوم هو مفهوم الحقيقة والمجاز وأنواعه الحقيقة هي الثبات على الأصل وتنقسم إلى لغوية وعقلية فالحقيقة اللغوية هي استعمال الكلمة فيما وضعت له في استلاح التخاطب نحو كلمة مفتوح في قولنا الباب مفتوح والحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر نحو كلمة كتب أو الفعل كتب في قولنا كتب الطالب الدرس فقد أسندناه إلى فاعله الحقيقي والمجاز بخلاف ذلك هو ما تجاوز الحقيقة وخرج عن أصله وهو في استلاح البلاغيين استعمال الكلمة في غير ما وضعت له ونؤكد على كلمة غير ما وضعت له في استلاح التخاطب لملاحظة علاقة بين المعنيين الأصلي والاستعمالي مع قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي وذلك كالأسد المستعمل في الشجاع والغيث المستعمل في النبات فإن كانت العلاقة هي المشابهة فحينئذ نسمي هذا الشكل المجازي استعارة كقول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع وإن كانت العلاقة غير المشابهة فهو المجاز المرسل كقوله تعالى فليدعو ناديه وإن كانت العلاقة هي المجاورة واحتمل قصد المعنى الأصلي إلى جانب المعنى الاستعمالي نظرا لعدم وجود قرينة صارفة عنه فهي الكناية كقولنا عن الكريم كثير الرماد وسيأتي بيان كل ذلك في الدروس المقبلة إن شاء الله المجاز المرسل وعلاقاته المجاز المرسل هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في استلاح التخاطب مع ملاحظة أن العلاقة بين المعنيين الأصل والاستعمال علاقة ملابسة ومناسبة غير المشابهة وهنا نؤكد على كلمة غير المشابهة مع قرينة صارفة عن المعنى الأصلي كاليد المستعملة للنعمة والعطاء وإنما ركزنا على كلمة غير المشابهة لأن علاقة المشابهة تخص الاستعارة كما أن علاقة المجاورة تخص الكناية أما المجاز المرسل فقد سمي مرسلا أو مطلقا نظرا لتعدد علاقاته وكثرتها وهنا سنذكر بعضا من علاقاته اكتفاءا بها عن البقية نظرا لكثرتها ولعدم إتاحة فرصة كافية في هذا المقرر لاستعراض كل العلاقات التي أوردها البلاغيون من هذه العلاقات السببية كقولنا رعى الجواد المطر أي النبات فقد ذكر المطر وهو سبب في إنبات النبات ولكنه قصد النبات وهنا الذي يمنعنا أو القرينة التي تصرفنا عن تخيل أن المتكلم أراد المطر فعلا هو أن الجواد لا يمكن أن يرعى المطر وإنما يرعى النبات الذي نتج عن المطر العلاقة الثانية هي المسببية وهي بعكس العلاقة الأولى كقوله تعالى وينزل لكم من السماء رزق أي مطر فالمطر سبب للرزق والرزق مسبب عن المطر والقرينة هنا أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل من السماء رزق وإنما ينزل مطرا ينتج عنه الرزق العلاقة الثالثة الكلية كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم وهنا المقصود أنام لهم وليس أصابعهم والقرينة هي عدم إمكانية إدخال الإصبع بأكملها إلى الأذن وإنما المقصود هو رأس الإصبع وهو المسمى بالأنملة العلاقة الرابعة الجزئية وهي بخلاف الكلية كقوله تعالى قم الليل إلا قليلا أي صلي فالقيام جزء من الصلاة العلاقة الخامسة هي اعتبار ما كان كقوله تعالى وآتوا ليتاما أموالهم أي الذين كانوا يتاما لأن مال اليتيم لا يعطى له قبل أن يتجاوز مرحلة اليتب والأمر هنا بإعطاء اليتاما أموالهم أي الذين تجاوزوا مرحلة اليتب ولكن باعتبار ما كانوا أي أنهم كانوا يتاما العلاقة السادسة هي اعتبار ما سيكون وهي بخلاف اعتبار ما كان كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا والمراد بخمرا هنا عنبا أي العنب الذي سيقول بعد ذلك إلى خمر فقد ذكر الخمر الذي سيكون أو الذي سيصبح وإنما قصد العنب لأن الخمر بعد أن يصل إلى مرحلة التخمر لا يعصر ولكنه يعصر عندما يكون في مراحله الأولى العلاقة السابعة هي الحالية من الحلول كقوله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون المراد هنا ففي جنة الله وإنما ذكر الرحمة الحالة في الجنة الحالة في الجنة وأراد الجنة العلاقة الثامنة هي المحلية بخلاف أو بعكس الحالية كقوله تعالى فليدعو ناديه فهنا ذكر المحل وهو النادي وإنما أراد أهل النادي أراد أهل النادي فذكر المحل وأراد الحالين الآلية كقوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلْلِسَانِ قَوْمِهِ أي بلغة قومه وقد ذكر اللسان هنا بدلاً عن اللغة لأنه آلة اللغة ذكره لأنه آلة اللغة نكتفي بهذا القدر ونلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر